اشتركوا في القناة وحقوقهم باعتبارها أولوية وطنية هي النهج الحكيم الثابت والمستمر في دعم جلالته لأبنائه المواطنين ومد يد العون لهم ولأسرهم خاصة بعد تعرضهم للأضرار التي سببتها الممارسات القطرية غير المسؤولة تجاه الصيادين البحرينيين والتضييق عليهم في مصدر رزقهم كما عربت معالي رئيسة مجلس النواب عن بالغ التقدير والامتنان لصدور الأمر الكريم من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة قيمة المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقيات ضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة في شهر رمضان المبارك وتوجيه سموه بمباشرة صرف هذه المستحقات حرصا على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر محدودة الدخل في ظل متطلبات شهر رمضان المبارك ترجمة نانسي قنقر